بسم الله مرحبا بكم معي فيديو جديد غالي نصيبو في لبات بطريقة سهلة وبسيطة في متناول جميع بالنسبة المقادير غالي احتاجون نصف كيلو ديال طماطم مائتين قرام ديال الكفتة انا توفرت عني مجمدي لتوفرت عندكم مطرية على فلا غالي ندرجو جمع عرق ديال قصبرو مهدنوس جمع عرق كبار ديال الطماطم المركزة ملعقة صغيرة ديال الزاتر عندنا بالنسبة التوابين غالي نحتاجو الابزار تحميرار كامون الملح وسكنجبير وزيت الزيتون غالي نحكي طماطم كاملة الكيمية كاملة على هاد الشكل ومن بعد غالي نحتاج طفال اللي غالي نديرها على حرارة متوسطة وغالي نفرغ فيها الطماطم اللي حكيت انا دلت الكمية كاملها بالنسبة الكمية يمكن لكم تضعفوا المقادير وتضعفوا كمية ديال الطماطم اللي غالتستعملوا الى كان عندكم عدد الافراد كتار غالي نضيف زيت الزيتون وغالي نخلي الطماطم ديالي تتقلى واحد شوية من بعد غالي نضيف لها انا الكفتة حيث عندي مجمدة يعني غالي نضيفها مباشرة باش تضيف ديال في نص الوقت مع الطماطم يعني اذا كانت عندكم الكفتة طرية يعني غالي تحتاجوا انكم تقلوا شوية الطماطم ديالكم عدد تضيفون لهم الكفتة انا حيث عندي مجمدة بغيتها باش تطب معي في نفس الوقت بعد مغلة المقلة ديالي على هاد الشكل غالي نضيف لها مركز الطماطم جوج مع القكبار وغالي نستمر في التحريك حتى تندمج معي العناصر جيدا وفي نفس الوقت كنحاول نكسر الكفتة باش تطب معي في نفس الوقت مع الطماطم ديالي من بعد غالي نضيف المقلاء غالي نضيف العطرية انا كانت امد نعطيكم المقادير في نفس الوقت وانا كان نصاوب الاكلة معاكم واختتهم ليكو في اللول باش تالي اللي مع قلش يعاولي ياخدو معي في نفس الوقت نحتاجوا سكنجبير لابزار الكامون الملح والتحميرة غاني نديروهم دفعة واحدة مع مع الكفتة اللي تقلت على هاد الشكل وغالي نستمر في التحريك حتى تندمج العناصر جيدا تداخل مع بعضياتها بهالطريقة كتكون صلصة ديالي بات كتوجن معكم وكتكون مضمونة مئة في المئة انا استمر في التحريك جيدا حتى تندمج معي العناصر كلها ونحس ان الكفتة ديالي جات للطياب من بعد غاني نضيف لهم قصبور وبعد نوس وشوية ديال الماء ضروري نضيفوا شوية الماء باش ما كتتلصقش معانا انا كان بقى مرة مرة كنضيف شوية ديالما يقسم ما حسيس بها انشفات غادي نزيد الزعتر او الزعتر على حسب اللي توفر عندكم كي بقى لو يكون تقريبا هو هو انا بالنسبة لي ما عنديش الفرق منتهم مرة كندير الزعتر مرة كندير الزعتر على حسب اللي توفر عندي بهالطريقة كتكون وجدت عندنا صلصة ديالي بات اللي غادي نوجد اللي وجدت معاكم غاني نخلوا الصلصة جانبا ومن بعد غاني ناخدوا كسرو اللي فيها الماء قياس ديالما على حسب القياس ديالي بات اللي درسو انا غن ناخد تقريبا نصف كيلو ديالي بات هنوري هاليكم على هاد الشكل من بعد انا درت الكسرول تسخان حتى تغلى لي اه اغلى لي الممزيان من بعد غاني نضيف لهم على هاد الشكل وخان نخليها تغلى وغاني نضيف لها الملح من بعد غاني نخليها تغلى حتى الطب معايم زيان اه يعني مك يحتاجوش وقت كتير من بعد غادي نصفيها بها الطريقة وغادي نخليها تبرد شوية غادي نوضعها في طبي صلات اللي غادي نحتاج انا نقدمهم اه نقدمتهم بها الطريقة غادي ندير الكيمية كامل ها دياليبات اللي اللي بغيت اه في الطبي صلات اللي غادي ندير فيهم بتقديم انا غنوريكم طريقة ديالي تقديم ديالي وكتبقى الطريقة اختيارية لكم المهم ان الوصفات تكون ناجحة معكم انا خصوصا السلصال اللي بغيت نوريكم طريقتي ناجحة في المئة في المئة اللي جربتوها وكتجيل ديدة ورائعة غادي ناخد انا الطريقة ديالتقديم غادي ندير لاصوس من الفوق على الاطباق ديالي كاملي غا نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الاطباق اللي عندي كاملين ونكمل الكمية كاملها دياليبات مع اللي سوس كاملين من بعد انا غاني نزينهم بالجبن اللي مبشورتو المجبن مبشور اه وغاني نزينهم من الفوق كيعطيهم واحد الطعم رائع ولديد هانتما الطريقة غاني نوريها لكم يمكن لكم من بعد تضيفو الزعتر ولا الزعتر من الفوق يعني كيزيدهم واحد الدو واحد الطعم رائع اه بهالطريقة انا هالي الطريقة ديالتقديم ديالي الليبات وكتجيل ديدة ورائعة اه ما بقى لي الا نقول لكم اه اه حاولوا تجربوا هاد الوصفة وكنتمنى انها تنجح معاكم سلام عليكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله كانت سنالتعليقات ديالكم يلا السلام عليكم